فريق كبير فريق عظيم بالفعل زي ما الجمهور بيقول هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وبين اي حد تاني اللي حضراتكم شايفينه ده اللي حضراتكم شايفينه ده هو الاساس في كل شيء هو اللي خلانا نكسب النهاردة الاهلي رجع من برج العرب بثلاثة نقاط ظروف الماتش اللي فات هي اللي خلتها مباراة صعبة على الرغم من انا بشوف ان احنا عملنا على الاقل الشوت الاول بشكل رائع جدا وانا قلت لحضراتكم انا بتعلم من جمهور الاهلي جمهور الاهلي عمل ايه فضل يساند الفريق لغاية الديئة 98 او 97 لغاية لما الحكم انها المباراة مظبوط انا هنا حساند الفريق لغاية اخر مباراة في الدوري حساند الفرقة وحساند لعبت الفرقة وحساند ادارة النادي وهو ده ده دورنا بالمناسبة حدش يقولي انت طلع تطبل محدش يقولي اه هطبل انا قناة النادي الاهلي بالمناسبة اذا كان هناك اخطاء اول ناس بتتكلم عن الاخطاء هو قناة النادي الاهلي ولكن بنتكلم عن الاخطاء عشان نصحها مش بنتكلم عن الاخطاء علشان نقتل يعني ملاش نقتل دي نحزفها من المطبط ده شغل سنين ماينفعش يتهدف في موقف صغير بكلمتين او حاجة مفعالية ده دوري وانا عارف ان انا فيه ناس كتيرة جدا بتبقى زعلانة من الواحد بيقولوا المساندة اللي احنا بنعملها ولكن سيظل هذا البرنامج يساند الفريق لاخر وقت وسيظل يساند كل لاعب الفريق بالمناسبة ولكن الحاجة الوحيدة اللي مش حقدر يساند فيها اي حد هي حاجة واحدة فقط هي لما الجمهور يبقى زعلان من حد لما الجمهور يبقى زعلان من حد لها هنا مفيش مساندة لانه انا صوت الجمهور قناة الاهلي صوت الجمهور مش انا قناة الاهلي هي صوت الجمهور عشان كده بقول لحضراتكم انا بتعلم من جمهور النادي الاهلي افضل ساند لغاية اخر لحظة هو ده اللي احنا تعلمناه في النادي الاهلي وهو ده اللي احنا بنشوف النهاردة كان درس عملي من اول دقيقة لاخر دقيقة انا لو اقدر اوري لحضراتكم ماذا فعل جمهور النادي الاهلي النهاردة من الديئة الأولى للديئة 97 هتعرفوا حضراتكم ان احنا انا متأكد ان كل جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج علينا عارف هذا الكلام كويس جدا ولكن نهاردة درس عملي للكلام اللي انا بقوله ولكن ايضا دائما لا تأمن مكر النادي الاهلي تأمنش مكر النادي الاهلي لا بعد صفارة الحاكم الاهلي النهاردة حقق فوزا ثمينا الروح كانت موجودة الحماس كان موجود وده الاهم الحقيقة بالنسبة لي لان الفنيات انا متأكد وبثق في كل اللاعبين اللي موجودين وعندنا لقاء بعد شوية معرفش اللقاء جاهز ولا لا بتاع كابتن سيد عبدالحفيز طيب عندي لقاء بعد شوية حوارين حضراتكم لكابتن سيد عبدالحفيز اتكلم على ان هناك تدعيمات هتبقى موجودة في شهر يناير القاد وبالتالي لانه احنا محتاجين شراسة هجومية اكتر حنسمع كلام الكابتن سيد قال ايه وماذا قال كابتن سيد عبدالحفيز ولكن هو ده دايما اللي احنا بنتعلمه ان احنا نفضل نساند ونفضل في ظهر فريقنا لغاية اخر ثانية وهو ده دايما اللي حنفضل فيه الاهلي بيلعب على البطولات عشان كده احنا بناخد البطولات لازم تحاول تحسم كل مبارايتك حتى المبارايت الرخمة يعني انا اسف بلغة الكورة يعني احنا بتسميها مبارايت رخم حضراتكم ركزوا في اللي قالوا مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قال انا دفعت بافشة وبرونو سافيو لاني بثق فيهم وعندي ثقة في جميع اللاعبين حضراتكم عارفين اكيد مليون في المية ان مش كل حاجة بتتقال على السوشال ميديا يبقى احنا لازم نمشي وراه احنا بنمشي في مصلحة النادي الاهلي وجميع الامور واضحة واتفاقات ما بيننا وما بين النادي عشان نحافظ على اللاعبين ونحافظ على فرقتنا وهو الاهم بالنسبالي لانه عندما تكون الفريق كويس جمهور اللي هو سبعين تمانين مليون اهلاوي اللي موجودين كلهم حيبقوا مبسوطين وسعوداء وهو ده اللي يهمني اكتر